الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوام انتظار حالات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم حزم تحفيزية للأطباء للارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين كما وجه أيضا بتعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها وخلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة أوضح مدبولي أن الخطة تتضمن أليات وإسلوب الترشيد بما يضمن استدامة مصادر الطاقة في ظل الظروف العالمية الحالية وفي الإطار نفسه شدد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها عن طريق التوفير في المباني الحكومية وكذلك المباني تحت الإنشاء أعلن البيت الأبيض أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية بقيادة حاملة طائرات تايو أس أس رونالد ريجان ستبقى في منطقة تايوان وذلك في أعقاب إطلاق الصين صواريخ باليستية في المنطقة وقال البيت الأبيض أن البنتج أمر مجموعة حاملة طائرات ريجان بالبقاء في موقعها في المنطقة العامة لمراقبة الوضع مضيفا أن واشنطن لن تتراجع عن العمل في بحار وسماء غرب المحيط الهادئ بما يتفق مع القانون الدولية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة في خطوة من شأنها أن تفرج عن أموال وتساعد في جمع البيانات ونشر موظفين إضافيين لمكافحة هذا المرض وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية أن الولايات المتحدة مستعدة لنقل استجابتها إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس كما حثت الأمريكيين على التعامل مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدة السلطات في مواجهة هذا الفيروس أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 60% ممن لديهم مكيفات هواء في منازلهم قرروا تقليل الاستهلاك هذا الصيف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وذلك على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة وأظهر الاستطلاع وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية شعور الإيطاليين بالمسؤولية إذاء القيود المعلنة في الخريف المقبل لقي 24 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من 50 ألفا آخرين وذلك جراء أمطار غزيرة تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي وفقا لما أعلنته السلطات وأشرت السلطات إلى وجود ما لا يقل عن 36 جاريحا وتعد أكثر المناطق تضررا هي زيندر وديفا أما العاصمة نيامي فقد بقيت بمنأة في الوقت الحالي عما تشهد تلك المناطق أطلقت كوريا الجنوبية مركبة قمرية للمرة الأولى في تاريخ البلاد وانطلقت المركبة الكورية على متن صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس أكس ومن المقرر أن تدور المركبة التي يبلغ وزنها نحو 678 كيلو جراما مع حد أدنى مقرر للتشغيل لمدة عام واحد في مدار حول القمر لجمع بيانات عن سطحه حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصر البورسعيدي مع ضيفه طلاء الجيش التي اقيمت ضمن مباراة الجولة التاسعة والأشري من الدور الممتاز بهذه النتيجة رفع المصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الدور الممتاز كما ارتفع رصيد طلاء الجيش إلى 45 نقطة في المركز الرابع وصلنا إلى نهاية موجد الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة